ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا في الستيديو وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الشركات والتراخص التجارية أحمد أمشاري الفارس أهلا بك سيد أحمد بداية وزير التجارة كشف أمس عن البدء في إعادة النظر في القوانين التجارية القائمة وذلك تحسين بيئة الأعمال ما أبرز تلك القوانين وتشريعات؟ البداية بسم الله الرحيم أشكر قناة المدلس على هذه الدعوة الكريمة فعلا معالي وزير التجارة والصناعة كشف في تصريحه أن هناك حزمة من القوانين وتشريعات قيد الدراسة وهذه التشريعات لم تأتي من فراغ وإنما هي نتاج لدراسة تحليلية شاملة لجميع القوانين وتشريعات ذات العلاقة بالاقتصاد الكويتي ومن أبرز هذه القوانين قانون الشركات التجاري قوانين الإحسار قوانين مزاولة مهنة مراقبة الحسابات قوانين وكالات التجارية وغيرها من القوانين المهمة نعم الوزير الرضان أعلن أيضا الانتهاء من تشكيل اللجنة تعنى بتحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءاتها من أي المحطات ستبدأ هذه اللجنة؟ هذه اللجنة برئاسة معالي وزير التجارة وصناعة وعضوية العديد من المهتصين في القانون والممثلين عن الغطاء الخاص هذه اللجنة مهمة رئيسية هي أن تقوم بمراجعة شاملة لجميع القوانين والغارات الوزارية المعنية في تحسين بيئة الأعمال بالإضافة إلى أن هناك العديد من اللجان المتخصصة في دراسة الرخص الحرة متناهية الصغر بالإضافة إلى العربات المتنقلة والمقدورات نعم بالحديث عن إجراءات تحسين بيئة الأعمال أمام الشباب ما جديد الرخص الحرة متناهية الصغر أو المشاريع المنزلية والتي ومتى ستنطلق فعليا؟ للأمامة أحب أن نوه للسادة المشاهدين هذه رخص حرة متناهية الصغر وليست رخص منزلية لأنها لا ترتبط بشكل مباشر بالسكن الخاص بإذن الله سوف تنطلق بشكل رسمي في الأول من أغسطس سوف تفتح أنظمة مركز الكويت لأعمال أبوابه لإستقبال طلبات تأسيس هذا النوع من الرخص وهناك أيضا لجنة معنية بمراجعة قرار معالي وزير التجارة والصناعة والنظر بمدى إمكانية إضافة أي أنشطة جديدة بالإضافة إلى التعاون المباشر مع الجهات المعنية في الدولة كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة القوى العاملة بالإضافة إلى العديد من الجهات ذات العلاقة نعم ما هي التسهيلات الجديدة التي ستقدمها الوزارة لجذب الاستثمارات الجنبية بالنسبة للتسهيلات التي ستقدم الوزارة هناك طبعا جهاز متكامل معني بتقديم هذا النوع من التسهيلات للمستثمرين الأجانب وهو هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وأيضا هناك تسهيلات أخرى من خلال تحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت من شأنها أن تقوم بجذب الاستثمارات الأجنبية ومنح مزايا لهؤلاء المستثمرون كالإعفاءات الضاربية وغيرها من المزايا التي تقدمها دولة الكويت لروس الأموال نعم وكيل وزارة التجارة والصناع المساعد لشؤون الشركات وترخص التجارية السادة أحمد أمشاري الفارس كنت معنا فشكرا جزيلا لك شكرا جزيلا